في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بعودة المواطنين المصريين من السودان تواصل أجهزة الدولة جهودها من بينها تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين هذا بالإضافة إلى استقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات الحافلات والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرية للمساعدة في عملية الإخلاء الطبي لعدد من المصابين ضمن حملة دعم سلامة أولادنا بالسودان ترجمة نانسي قنقر